موسيقى نناقش في حلقة الليلة بالبحث والتحليل أدين الملفي القمة الخليجية في الرياض هل تخرج ببرنامج يتجاوب مع المتغيرات الجو سياسية في المنطقة؟ موسيقى ميثاق الهجرة إنجاز أممي فعلي يصطدم بحائط الرفض والانسحابات؟ موسيقى قمة جديدة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض قمة هي التاسعة والثلاثون منذ إنشاء المنظومة الخليجية في ظل تغيرات سياسية واقتصادية وديمقرافية إقليميا ودوليا يسعى المجلس إلى وضع خطة متكاملة تتناسب والتحديات الجديدة وفي البيان الختمي للقمة الخليجية تم التأكيد على ضرورة استكمال المنظومة الدفاعية المشتركة بين الدول الخليجية وعلى ضرورة التعاون بينها في مكافحة الإرهاب وبلورة سياسة خارجية موحدة لمجلس التعاون الخليجي فهل استطاعت القمة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وهل استمرار تعنت دولة قطر وغياب أميرها تأثير على مسيرة المجلس في المرحلة القادمة هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في وراء الحدث ولكن بعد هذا التقرير في العاصمة السعودية الرياض اختتمت أعمال القمة التاسعة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجية البيان الختمي للقمة أكد على ضرورة استكمال المنظومة الدفاعية المشتركة بين الدول الخليجية وضرورة تعاون بين دول الخليج في مكافحة الإرهاب وبلورة سياسة خارجية موحدة لمجلس التعاون الخليجية كما أكد قادة الخليج على أهمية وضع خارطة طريق لتحقيق التكامل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفي كلمته في افتتاح القمة شدد على ضرورة صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمنطقتنا تمر بتعديات وتهديدات لا تخفى عليكم ولا زال القوانات التطرف والإرهابية تهديد من الخليجي والعربي المشترك ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياسة مهدائية بلعاية تلك القوة وتدخل بالشؤون داخلية للدول الأخرى من جانبه أثنى أمير الكويت أشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حرص الجميع على عقب القمة بشكل دوري رغم الأوضاع التي تعيشها المنطقة والتحديات الخطيرة التي تواجهها نحن على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي وسعي منها لتدارك الأمر في وضع حد للتدهور الذي نشهده في وحدة هذا الموقف وتجنب لمصير مجهول لمستقبل عملنا الخليجي وكان الملك سلمان قد وجه دعوة لأمير قطر لحضور القمة رغم الأزمة التي تشهدها العلاقات القطرية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ولكن أمير قطر لم يحضر القمة وأوفد وزير دولته لشؤون الخليجية على رأس الوفد القطرية وبحثت الجلسات التي عقدت على كل المستويات عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل وتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية وقد ركزت القمة على القضايا الأمنية بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة والسياسات النفطية في ظل مقاطعة قطر من بعض جيرانها كما أكدت على استمرار دعم دول المجلس لدول الشقيقة والصديقة وأكدت على أهمية المضيء في السوق المشتركة لما يؤمن الرخاء الاقتصادي لدول الخليج ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من دبي دكتور علي القحيس مدير مكتب صحيفة الرياض في الإمارات والمحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية ومن الرياض وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا دكتور سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية أبدأ من الرياض دكتور سالم كيف تنظر إلى البيان الختمي في نهاية هذه القمة التاسعة والثلاثين الله الرحمن الرحيم أحييك أخي الكريم أحيي السيدات والسادة المشاهدين أحيي أخي الأساد علي من أبو ظبي يعني اليوم كان يوم حافل في عمر مدينة الرياض استقبلت قادة دول مجلس التعاون وأنجزوا قمة ناجحة خلال لقاءهم هو دبي ولا أبو ظبي يعني تسألني طال عمرك ألو نعم الصوت نحن نسمعك بوضوح أوكي أنا كنت بقول أنه اليوم مدينة الرياض سعدت بجمع القادة الخليجيين في ضيافة خادم الحرمين الشريفين وأنجزوا حقيقة خلال وقت قياسي لقاءاتهم في القمة الثامنة التاسعة والثلاثين لهذا العام سؤالك عن يعني ماذا طرح في هذه القمة في تقدير طرحة الملفات التقليدية يعني التي تهتم بالتعاون والتكامل في مجلس التعاون الخليجي ما لم يطرح ربما هو الأشياء التي وراءها يعني الخلافات ومن أبرزها إلى يومنا هذا الخلاف الخليجي في تقديري وفي رأيتي الشخصي أنه كان موجودا ربما طرحه سمو أمير دوت الكويت ولكن لم نسمع أي تصريحات عنه والتصريح الوحيد هو كان ضمن الكلمة لسمو أمير دوت الكويت عبر محاولة وقف الحملات الإعلامية ليتسنى للسياسيين العمل على رأب الصدع السياسي وهو محق في هذه النظرة في الحقيقة ولعل من المفيد ترك المجال السياسي ليتعاطى معه السياسيون لأن الجانب الاجتماعي خاصة بوجود وسائل التواصل الحديثة أصبح يقي بظلالك ثقيلة وثقيلة جدا على أي فرصة للمصالحة نعم أذهب إلى دبي دكتور علي عندما تم إنشاء أو تكوين هذا التحالف الخليجي صار في بدايته بخطوات وسعة نحو التكامل والتعاون وكان هناك أمل على أن يكون هذا التجمع الخليجي بداية لأن يكون تكامل مثل التكامل الموجود في أوروبا ولكن خلال السنوات القادمة قلت وطيرت السير نحو هذا التكامل برأيك ما هي الأسباب؟ أول شيء شكرا للدعوة وشكرا لكم وحييكم وحيي أستاذ سالم من الرياض طبعا ترى يعني أربع عقود أو أربع ثلاثين سنة في عمر الشعوب تعتبر يعني قصيرة يعني لكن صحيح أنه مر منظومة مجلس التعاون الخليجي في بطء لكن هناك ارتياح تام المواطن الخليجي أو المراقب الخليجي في المنطقة من الحرص على ديمومة والتمسك بآلية منظومة مجلس التعاون الخليجي صحيح كان أول يعني يهتم بالشأن الداخلي أو المواطن الخليجي يطالب القادة في المزيد من المبادرات والقرارات التي تهم المواطن الخليجي أو الشأن الخليجي الداخلي لكن الآن أصبح الخطر المحدغ خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي وهذا ما ربما أربك بعض التطورات السريعة المعول عنها أول مطلوب من قبل المواطن الخليجي وما يطالب القادة دائما لكن الآن النار أصبحت يعني خارج قريبة من الحدود ولذلك الآن الاهتمام في المنظومة الأمنية والأمن الخليجي أهم من الشأن الداخلي لذلك ربما هذه بعض التلوكات والظروف المحيطة بالمنطقة أيضا جعلت هناك في بطء بعض الإنجازات مجلس التعاون الخليجي نعم دكتور سالم يعني هذا التحذير وهذا التأكيد على أن الخطر الإيراني مازال مستمرا ويجب أن يكون هناك تكامل بشكل أكبر إن كان عسكريا أو أمنيا أو في تبادل المعلومات كيف لمجلس التعاون في هذه الظروف وبما به بداخله أن يواجه هذا التدخل الإيراني يعني التدخل الإيراني لم يغب حقيقة عن المنظومة العربية بشكل كامل وأن كان في توجهه الأقرب هو في المنظومة الخليجية وإذا أردنا مثلا تفحص التأثير فنجده في المحاولات في القفز في البحرين وأيضا في اليمن ولكنه كان في تدخله في المنظومة العربية سابقة لذلك هناك الذراع الإيراني في لبنان ووجوده أيضا العسكري والسياسي وحتى ربما يعني العسكري المسلح موجود في سوريا لذلك هذا خطر في الحقيقة يعني لا يغيب عن ذهن القادة في مجلس التعاون الشيء الآخر يعني ربما من القرارات التي استمعنا إليها أو من الأمور التي ربما طريحت بقوة هو قضية أسس الدفاع والأمن في المنطقة ثاني شيء الخطر الإيراني لم يعود خطرا يعني نعاني منه نحن أبناء منطقة الخليج أو المنطقة العربية الخطر الإيراني طبعا بالشهية الجامحة والطامحة في إنتاج الأسلحة الباليستية وفي التمدد هو أصبح هما عالميا ونحن نعرف اليوم يعني كيف ينظر قطب دولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخطر الإيراني في المنطقة وفي العالم يعني لذلك نحن نواجه جزء مما يواجهه العالم اسمه الخطر الإيراني ويجب أن نستعد له كيف يعني مواجهة المجلس لذلك يجب على المجلس حتى بالدول التي مقتنعة يعني وأنا أعتقد أن هناك على الأقل نصف دول المجلس مقتنعة بالرأي السعودي أن إيران تمثل خطرا حالا وخطرا حقيقيا ربما دول أخرى مثل شقيقة قطر ومثل ربما عمان والكويت لحد حد ما ربما يرون أن هناك مقاربات أخرى يمكن أن يصلوا بها إلى معادلة أمنية مع الجار الإيراني ولكن أنا أزعم أن المملكة ودولة البحرية والإمارات العربية المتحدة تتفق على رأي أن هناك خطرا إيرانيا وخطرا حالا يجب التصدي له بالقوة الذاتية الخليجية بمن يؤمن أن إيران تمثل خطرا على الأقل من القوة الثلاث إضافة إلى أنها لا تستغني بالتكييد عن المحصلة عن البعدها العربي في مواجهة هذا الخطر نعم أذهب إلى دبي دكتور علي هذا الحديث عن إيران الذي دائما يكون في المشهد من خلال هذه القمم هل ترى الخطوات التي تمت من خلال مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الخطر الإيراني إن كان على مستوى الإقليمي أو حتى في المنظمات الدولية هل هو كافي لتوضيح ما تقوم به إيران في المنطقة أولا أكد ما ذكره الدكتور سالم في علاقتنا مع إيران علاقة مضطربة ليس مع دول الخليج ولكن مع الدول العربية أول كان عادة ما دول الخليج يدينون إيران أو يقولك هناك تدخل إقليمي ليس تسمت إيران بوضوح لكن في الفترة الأخيرة بعد أن تمادت إيران في تدخل السافر في المنطقة وتحديدا في منطقة الخليج وأثارت النعرات الطائفية ودعم الميليشيات الطائفية سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أصبح الآن يحدد هذا الجهة والخطر من الجهة الإقليمية هي إيران وإيران هي لا تنكر تتمادى وترفع صوتها أنها دائما هناك تصدير الثورة للخارج وأن دول الخليج بعضها تابع لإيران حقيقة عانينا مع عينان ولكن علاقتنا منذ النظام الملالي في إيران علاقتنا مضطربة مع هذا الجار السيء لكن لعل وعسى أن بعد الضغوطات الأمريكية هناك ربما أن هناك تراجع أو انكفاف أو تردد أو خوف من إيران بالإضافة أن أيضا الشارع الإيراني يغلي وهناك مظاهرات في الأحواز العربية والشارع الإيراني لذلك نأمل أن الضغوطات الخارجية والداخلية أن تكف إيران عن أذائها وعن أذاء الدول العربية والخليجية وتكتفي في بناء أو اهتمامها في المواطن الإيراني أفضل ما أن تصدر سمومها للخارج نعم دكتور سالم من ضمن ما جاء في كلمة أمير الكويت هو الدعوة لوقف الحملات الإعلامية بين الدول الخليجية هل الإعلام هو الذي تسبب أم سياسات من داخل المجلس أو بعض دول المجلسة التي تسببت في هذه الانشقاقات؟ يعني بالتأكيد أنها سياسات وسياسات استمرت على مدى عقود ليست سياسات لأيام أو لأشهر أو لسابيع بالتأكيد الذي أحدث هذا الشرخ في المجلس سياسي سياسات وإعلان أن نكون أكثر وضحا إذا قلنا النهج السياسي القطري عبر عقدين من الزمان ولكن هذا في الحقيقة يعيدني إلى الرؤية الكويتية منذ انطلاق هذه الأزمة والرؤية الكويتية كانت دائما تنظر في حقيقة بحكمة هذا الرجل سم الشيخ صباح في الحقيقة هذا الرجل الذي عاصر صناعة السياسة في منطقتنا وفي العالم وفي المنطقة العربية على مدى تقريبا أكثر من ربع قرن اليوم كان دائما هناك توجه حقيقة هو إزالة المؤثرات الإعلامية عن مسارات الصراع لربما تجهيز مسارات معينة هي مسارات سياسية وسياسيين ولكن لعله من سوء حظ المنطقة اليوم أن هناك جدلية جديدة اسمها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل التواصل هي حقيقة نقلت الصراع من الإعلامي إلى الاجتماعي وغذيت بالاجتماعي وأصبح هناك مسارات للأسف صراعية اجتماعية وإعلامية وأيضا هذا كلها في الحقيقة ألقت بظلال غير إيجابية على المسارات السياسية وأنا أفهم حقيقة هذه الدعوة من رجل مثل سم الشيخ صباح وأفهم حقيقة الأبعاد التي يرنوا إليها هذا الرجل السياسي المحنك هو يريد أن يقول خففوا من غلواء هذا الجحيم الاجتماعي الذي ذهب بكثير من مقومات العمل السياسي والتقليدي الاجتماعي الخليجي لكي نتفرغ أو نتمكن من العود إلى اللعب سياسة بمقابل سياسة لعلنا ننجز شيئا وهذا أنا في تقديري يعطيني إشارة على أن الشيخ صباح لا يزال يعني يحمل أملا كبيرا في مراوحاته وفي وساطاته بين الأشقاء الخليجي هذا ينقلنا إلى الملف الاقتصادي والحديث دكتور سالم هل ما يحدث في السياسة داخل البيت الخليجي أثر على الفكر أو السعي إلى التكامل الاقتصادي في العديد من الملفات التي كانت مطروحة في قمم صادقة وكان من المفترض أن تطبق يعني في الحقيقة نحن نتحدث عن بيتنا الخليجي بيتنا الخليجي وهو جزء من بيتنا العربي الذي نحبه ونجله ونتمنى له الخير جميعا اليوم هو إذا لم نكن صرحة ونقول أنه منقسم على نفسه فهو في حالة شبه انقسام في الحقيقة ولعل مثل هذا الانقسام أو إذا أردنا التخفيف والحديث بلغة أقل حدة وأقل صراحة يعني هذا الشبه الانقسام هو يؤثر حقيقة على كثير من الأبعاد ولعل من أبرز هذه الأبعاد الأبعاد التكاملية الاقتصادية يعني لا يمكن أن ننكر هذه الجزئية ولعلنا يعني بالعودة أو حل هذه الإشكال حقيقة سواء باختراق من الأشقاء في الدوحة أو عبر وساطات ربما تكون أكثر حماسا ربما نتغلب على هذه الجزئية ونعيد حقيقة المجرى الاقتصادي ونعيد الاتفاقيات الاقتصادية ونعيد الطموح الذي كان قبل يعني في الفترة الماضية نعيده إلى مساره الحقيقي لأنه في الحقيقة يعني يتلمس ثماره المواطن الخليجي قبل أي إنسان آخر وقبل أي جهة أخرى لذلك نحن حريصون جميعا في تقديري والقادة يعني وأنا أثق ثقة كبيرة في تطلعاتهم إلى تحسين مستويات شعوبهم وإلى تحقيق مزيد من الرخاء لها صحيح دكتور علي أتحدث إليك في نفس الملف والملف الاقتصادي السعي إلى التكامل تحول في بعض الملفات الاقتصادية إلى تنافس وأصبح أيضا انسحاب من بعض المنظمات الدولية المتعلقة بهذا الملف من أجل إحداث ثغرة أو مشكلة ما بين الدول الخليجية لا شك إن الاقتصاد عصب الحياة لكن الموضوع الاقتصادي أصبح موضوع عالمي ليس في منطقة الخليج في حسب هناك تراجع سعار النفط هناك عدة عوامل هناك التحديات الأقليمية والدولية عصفت حقيقة في مشاريع اقتصادية كثيرة لكن على مستوى التنمية على مستوى التكامل الاقتصادي خلقوا المحلي الخليجي ربما يعني مثلا هناك التبادل التجاري خصوصا لما أخذ المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات في انسجام وتناقم في هذا الجانب على مستوى الاقتصادي والمالي والتفاهم في كثير من القرارات يعني مثلا التعامل التجاري سوى في المملكة أو في الأمارات يتعامل كأنه مواطن خليجي هنا أو هناك الاستثمارات التبادل التجاري القرارات ما يخص المال أو تبادل أو حتى السكن على مستوى السكن هذه أعتقد أنها لا زالت في طور التطوير لكن كما أسلفت أن الموضوع الاقتصادي موضوع شائك وموضوع يعني عالمي لأنه مرتبط في أسعار البترول مرتبط في الأحداث الخارجية أو المحيطة في المنطقة تنعكس سلبا أو إيجابا على الحركة التجارية في منطقة دول الخليج لكن أهم شيء أن هناك تفاهمات في ارتياح لدى المواطن الخليجي أن هذه اللحمة الخليجية والتأكيد على ثوابت المنظومة الخليجية لا زال موجود وحرص القادة والتأكيد على وحدة الوحدة الخليجية هذا المهم دكتور سالم يعني العديد من الكتاب الذين تحدثوا عن المرحلة القادمة المتعلقة بالخليجية تحدثون على أنها المرحلة الأصعب خاصة التطورات في اليمن وما يدور التدخلات الإيرانية الخلافات داخل البيت الخليجي ما زالت موجودة فتحدثون على أن العام القادم الذي تتولى فيه الرياض رئاسة هذه القمة هو العام الأصعب هل تتطفق مع هذا الرأي؟ يعني في الحقيقة التدرج في مجلس التعاون كان يشهد عاما بعد عام كان يشهد صعوبات جديدة في كل مرحلة ويعني أنا لا أختلف مع كثير من هؤلاء المحللين لأن المعطيات التي بين أيدينا اليوم يعني لا تشير بحلول كبيرة لكثير من المشاكل الموجودة بين أيدينا ولكن هناك شيء لدينا نحن في منطقة الخليج لدينا ثقة عالية بقدرة القيادات على العمل والعمل بجد على تجاوز هذه الصعاب والمملكة بقيادة الملك سلمان وبقيادة سمو ولي العاهد في خلال هذه الفترة التي تثولى رئاسة الدورة الخليجية في تقدير أنها ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق الأمال والطموحات التي يسعى إليها كل أبناء المنطقة شكرا دكتور سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من الرياض الحديث ما زال مستمرا ننقله إلى دبي دكتور علي هذه النقاط العدة التي صدرت عن البيان الختمي إلى أي مدى يمكن أن تحول إلى واقع خاصة في المجال الاقتصادي أعتقد أنه في كثير من الملفات ليس للوقت تحولت وترحلت إلى هذه القمة ولكن القمة هذه هي انعقدت في ظروف عصيبة وعقيقة والمنطقة تمر في ظروف دقيقة جدا حرجة لذلك عقدت هذه القمة وعقدت في الرياض وعقدت في تمثيل أيضا مهم ولذلك أعتقد الظروف الاقتصادية ترتبط كما أسلفت في ظروف المنطقة في ظروف هناك بلدنا في حالة حرب يعني الاستنزفة حقيقة هذا الموارد الاقتصادية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن يعني لكن وأيضا تدهور سعار البترول أيضا أثر لكن هناك ملفات وفي تنسيق ما بين الدول والوجراء وهناك تفاهم على هذا الملف الاقتصادي الهام وأعتقد أنها سوف تستمر اللجان متخصصة في هذا المجال لتعزيز هذا الملف الاقتصادي وهو اللي يهم المنطقة ومنطقة الخليج وهو المواطن الخليجي أولا ولذلك هناك تشكلت لجان اقتصادية ومالية لدراسة هذا الملف بعد انتهاء القمة دكتور علي القحص مدير مكتب صحيفة الرياض في الإمارات والمحل السياسي والباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من دبي شكرا جزيلا لك مشاهدين متواصلون معكم في وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل ميثاق الأمم المتحدة للهجرة يواجه موجة من الرفض قبل توقيعه رسميا موسيقى بحسب التعريف الأممي الرسمي لميثاق الهجرة هو أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات وإعداده تحت رعاية الأمم المتحدة لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة شاملة تعريف تحمست له دول العالم للوهلة الأولى باستثناء الولايات المتحدة ووقعت هذه الدول على مسودة الميثاق إيمانا منها بضرورة إيجاد حل يحمي المهاجرين من ناحية ومن الناحية الأخرى يسهل تنظيم الهجرة على الدول لكن عشية التوقيع الرسمي على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة في المغرب انسحبت دول منه فيما تعيش أخرى على واقع انهيارات الائتلافات الحكومية ومظاهرات اليمين المتطرف الرافض لمبدأ الهجرة فلماذا ظهرت حالة الفزع والرفض للميثاق لا سيما في أوروبا وهل جاء نص الميثاق غامضا يخلط بين الهجرة واللجوء وما هو المصير الذي ينتظر ميثاق الهجرة فهل سيولد ميتا ويظل حبرا على ورق غيره من المواثيق الدولية ميثاق الأمم المتحدة للهجرة أول اتفاق يتم إعداده تحت رعاية المؤسسة الدولية والتفاوض عليه بين الحكومات ويسعى الميثاق إلى الحد من الضغوطات على الدول التي تستقبل الكثير من المهاجرين ويعزز فكرة الاعتماد على الذات في استقبال الوافدين الجدد إعداد الميثاق أصبح أمرا ملحا مع بداية أزمة الهجرة التي شهدته أوروبا في عام 2015 ووقعت 193 دولة على اعتماد اتفاق الهجرة مع نهاية عام 2018 وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وافق أعضاء الأمم المتحدة على توقيع الميثاق في مراكش بالمغرب وإضافة إلى الولايات المتحدة أعلنت إسرائيل وأستراليا رسميا رفضها للميثاق فيما ازداد الرفض للميثاق الأممي حول الهجرة مع اقتراب التوقيع عليه حيث تصدرت دولة المجر الدول الأوروبية المنسحبة وهي بولندا وبولغاريا وإيطاليا وتشيك وسلوفاكيا والنمسا وبعض الدول الأوروبية التي اختارت استمرارها في الميثاق تعيش على حالة من التوتر الذي فرضه اليمين المتطرف في دولها مثل ألمانيا وإيطاليا وإستونيا أما في بلجيكا فتعيش بروكسل على وقع مقدمة لانهيار اتلاف الحكومة حيث أعلن رئيس الوزراء شارل ميشيل أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح الميثاق ما سيجبره على استبدال الوزراء القوميين من حزب التحالف الفلمانكي الجديد تعقيبا على انذار نهائي وجهه الحزب لميشيل بالانسحاب من الحكومة أما في ألمانيا فحزب المستشارة الألمانية أنجلا ميريكل أصدر وثيقة يؤكد فيها أن الميثاق يهدف لتقوية وحماية الحدود الوطنية لا لإضعافها منضيفا أنه يكرس السيادة الوطنية للدول والأمن ويفرق بشكل حازم بين الهجرة الشرعية ونظيرتها غير الشرعية وفي كندا شهدت مدينة أوتاوى صدامات أمام البرلمان بين اليمينيين المعارضين للاتفاق ومجموعات من النشطاء المؤيدين في الوقت الذي قال فيه جيستين ترودو رئيس الوزراء الكندي أنه ينوي التوقيع على الاتفاق وأن بلاده تعمل بنظام صارم للهجرة ميثاق الأمم المتحدة للهجرة وعلى الرغم من أنه غير ملزم حتى للدول التي ستوقع عليه إلا أنه يثير المخاوف والخلافات داخل الأرواق السياسية في دول أوروبا المعنية الأولى بمشكلات الهجرة بعد موجة الهجرة التي عرفتها في عام 2015 فهل يبقى ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة حبرا على ورق ويلقى ما يلاقه غيره من المواثيق الأممية موسيقى وللوقوف على تفاصيل المشهد ينضم إلينا من بروكسل مالك عثمنا الكاتب والمحلل السياسي ومن نورث كارولينا الدكتور ماك شرقوي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ومن الرباط حفيظ الزهري المحلل السياسي أبدأ من بروكسل سيد مالك لماذا هذا الفزع والتحول الأوروبي بعد التحمس أو شبه الموافقة على هذا الميثاق أولا مساء الخير الحقيقة أنه هو الفزع الأوروبي الآن نحن نلمس تداعيات ما حدث منذ عام 2011 بعد موجة اللاجئين الفزع الأوروبي الآن أصبح في إعادة تعريف ضرورة إعادة تعريف للمفاهيم هالأوروبا أصلا موحدة على موقف واحد لا شك أن موضوع الهجرة أو اللجوء عام 2011 كشف أو تجلت فيه الانقسامات العمودية والأفقية في الشرق في العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي نفسه ومنذ ذلك الوقت أصبح هناك التواجد واضح لليمين وأحزاب اليمين وتيارات اليمين والتجليات القصوى الآن كما نراه في باريس وفي عواصم أخرى لكن ما نرى من تحرك باتجاه عدة مواقف أوروبية الآن لم نعد نملك ترف أن نقول أوروبا ترى ذلك هناك عدة رؤى في أوروبا لم تعد موحدة فيها دكتور ماك قد نفهم هذا اللغط الموجود في أوروبا بسبب ما حدث خلال السنوات الماضية ولكن لماذا الولايات المتحدة منذ البداية ترفض هذا الميثاق أو ترفض التوقيع عليه أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب في خطته الانتخابية وحملته الانتخابية ذكر صراحة عدائه للمسلمين وعدائه إلى المهاجرين خاصة من أمريكا اللاتينية وطلب بإقامة صور عملاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المكسيك لمنع الهجرة الغير شرعية إلى البلاد وأيضا خرج من الاتفاقات التي اتفقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكومة الرئيس أوباما مع المنظمة الأممية للأمم المتحدة باستقدام 80 ألف لاجئ من اللاجئين التابعين للمفاوضة الدولية اللاجئين للأمم المتحدة فاعتقد أنه كان له موقف في ذلك الأمر واستعد بالتأكيد الكثير من الأقليات الموجودة وأصدر قرارات رئاسية بمنع دخول مهاجرين أو حتى سائحين أو زوار من سبعة دول أغلبها دول إسلامية وقد تم مقاداتها أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي وتم وقف القرار ثم تعديله مرة وثانية وثالثة ثم أتى إلينا بالتعديل الذي يريد أن يمنع حق اللجوء السياسي لمدة 90 يوم من اللاجئين من أمريكا اللاتينية من خلال عبور الحدود الجنوبية مع المكسيك وأيضا المحكمة الفيدرالي الأمريكية حكمت بشق مستعجل برفض هذا القرار الرئاسي فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتاجه إلى اليمين أكثر من اليمين المتطرف في أوروبا وفي بقاع العالم فالرئيس دونالد ترامب يريد أن يغلق حدود الولايات المتحدة الأمريكية عن المهاجرين وعن أيضا اللاجئين فلابد من تعريف اللاجئ والمهاجر هذه هي النقطة أذهب بها إلى سيد حفيظ في الرباط هل الخلطة أو عدم أو الوضوح هو في المثاق أم في عدم وضوح الرؤية ما بين اللاجئ والمهاجر؟ أهلاً وسهلاً بكم وضيوفكم الكرام لابد أن نشير إلى أن ملف الهجرة أصبح الآن إشكالية عالمية ليست إشكالية فقط أوروبية أو إشكالية أمريكية لكن هناك العديد من الدول الآن تعاني من الهجرة في الصمت الإشكالية كما أشار الزميل وأنه في سوء تعريف أولاً ما بين اللاجئ السياسي والمهاجر وحتى الهجرة فيها أنواع فهي فيها هجرة مقننة وفيها هجرة سرية أو فوضوية كما يحاول البعض أن يسميها فاللاجئ السياسي نعرف الظروف التي أدت به إلى هجرة بلديه خاصة أن هناك العديد من الحروب الآن في العديد من الدول والعديد من الأقاليم أدت إلى هجرة العديد من المواطنين وكذلك العديد من الكفاءات رغم أن هذه الدول لها العديد من مصادر العيش التي قد توفر العيش الكريم لأبنائها لكن ظروف الحرب ساهمت في هجرة المواطنين إلى دول خصوصاً الدول الأوروبية هذا يؤدي إلى إشكالية تطبيق اللجوء السياسي والمفاهيم الدولية فيما يخص تطبيق اللجوء السياسي أما الهجرة السرية فهناك دوافعها معروفة دوافع الفاقر المجاعة الآن التصحر هناك دوافع أخرى غير تقليدية وهي الآن التدهور البيئي وهناك الآن البحث عن العيش الأفضل خصوصاً أمام غياب الوسائل البسيطة للعيش من صحة وتعليم وسكن في العديد من الدول خصوصاً جنوب الصحراء كل هذه الأمور جعلت من الميثاق لم يستطع لحدود الساعة تحديد المفهوم فهناك خلط في هذه المفاهيم وحسب تعريفات كل دولة حسب مصالحها الخاصة فيما يخص هذا الميثاق وهذا ما أدى إلى وقوع العديد من الاختلافات من حيث الرؤية لتصبق هذا الميثاق الغير الملزم للدول التي ستوقعها عليه سيد مالك أذهب إليك في بروكسل في الماضي كانت السياسة الأوروبية تكون ثابتة بغض النظر من هو على رأس السلطة ولكن في السنوات الأخيرة يبدو أن السياسة كل دولة أوروبية ستختلف بحسب توجه الحكومة وهذا لم يكن موجودا في السابق نعم الحقيقة أنه هي سأعود تاريخيا التحول العالمي التحولات العالمية لا تجري في يوم وليلة لا تحدث في يوم وليلة وضحاها القصة مثل الزحزح القارية تكون بطيئة جدا لكن نتائجها نلمسها الآن سقوط الاتحاد السوفيتي انهيار الاتحاد السوفيتي انهيار المنظومة الاشتراكية أسس عندنا في بعض دول شرق أوروبا لانكفاء إلى القوميات في مواجهة العالم لأنه تفككوا عن الاتحاد السوفيتي كان أمامهم فقط الانكفاء إلى قومياتهم وهوياتهم وطنية هذا في شرق أوروبا فجأة وجدوا أمامهم الآن مفهوم العالمة وهو مفهوم قضينا عشر سنوات ونحاول تعريفه وحتى اليوم نحاول تعريفه والآن إلى اليوم لم نجد تعريفه محددا له هذه القوميات الأوروبية في الشرق الأوروبي وجدت نفسها في منظومة جديدة اسمها الاتحاد الأوروبي في مواجهة الشعور القومي التي عندها طبعا الشعور اليميني القومي الأوروبي هو قديم من حروب العالمية الأولى والثانية قامت أصلا على الشعور القومي فهي موجودة مثل النار تحت الرماد دائما موجودة هذا اليمين القومي المتطرف أحيانا الشوفينية اليمينية الموجودة في أوروبا هي تنتظر الفرصة للخروج الآن عام 2008 أصبح أن الانهيار الاقتصادي بعد العولة وبعد ذروة الاتحاد الأوروبي وذروة التوحد الأوروبي الانهيار الاقتصاد العالمي هذا خلق عندنا فجوات وأزمات اقتصادية في الداخل الأوروبي الاتحاد الأوروبي لم يستطع كثيرا مواجهة ذلك الدول الكبيرة فقط ألمانيا بلجيكا هولندا استطاعت فرنسا لم تستطع الملاحظة الأخيرة أنه الآن أيضا مع هذه العناصر كلها هذا تجلب في موضوع باريس وأحداث باريس وربما نجده في أماكن أخرى قريبا هو غياب التنظيمات مثل النقابات التي كانت تقود الشارع أصبح الآن هذه غائبة عن المشهد فقدت صلاحيتها ضمن معطيات العولمة التكنولوجية ضمن ثورة الرقمية لم يعد هناك دور وظيفي لها في المجتمع فأنت الآن أمام كل هذه الفوضى غير الخلاقة الموجودة الآن في أوروبا فهذا اليمين الآن هو الذي يتصاعد الآن نعم الاتحاد الأوروبي قائم على منظومة قيم أوروبية دائما يتحدثون في الاتحاد الأوروبي عن منظومة القيم الأوروبية منظومة القيم الأوروبية هذه صدمت الآن في حائط القوميات والشعور القومي والوطني أنت تتحدث 193 دولة لكن دول أوروبية التي لم توقع هي المجر بولندا بولغاريا التشيك والنمسا طبعا النمسا لأنه فاز فيها الحزب اليمين لم يكن تحت منظومة الاشتراكية لكن هذه الدول لاحظ أنها هي الدول التي تحاول أن تعزز شعورها القومي هذا شعور اجتماعي في المخيلة الجمعية للهويات هو عندهم هذا الشعور الجمعي وهم أيضا مظلومون في منظومة الاتحاد الأوروبي منذ بنشأة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا يعني بتلاحظ أن الكعكة الاقتصادية دائما للدول الغرب أوروبا لكن الكعكة الاقتصادية هم يأخذون الفتاة هذا شعورهم في هذه النقطة أذهب إلى سيد دكتور ماك شارقاوي يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى والأعظم وخلافه من التمجيد في الولايات المتحدة أليس على هذه الدولة أيضا مسؤوليات؟ بالتأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها مسؤوليات ومسؤولات دولية بس أرجع للقومية زي ما ذكر الضيف الكريم من بروكسل إذا كانت أوروبا يعني في اليمين المتطرف في أوروبا ينظر إلى القومية لمعراقة دول أوروبا وتواجدها على مدار القرون ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مهاجرين فالسكان الأصليين الولايات المتحدة الأمريكية هم من هنود الحمر فأين تأتي القومية من المتعصبين البيض أن يتعصبوا ضد المهاجرين الآتين الآن وهم كانوا مهاجرين إذا كانوا من الجين الأول أو الثاني أو حتى الثالث أو حتى الرابع على أقصى التقدير فأعتقد أن نعة القومية التي يتشدق بها الرئيس دونالد ترامب النهو ناشنرس النهو قومي أعتقد أنه لا يتفق مع حقيقة الواقع فإحنا دولة مهاجرين أنا مهاجر منذ عشرين عام حاجرت الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية دولة قائمة للمهاجرين ونحن نحتاج هؤلاء المهاجرين لا تتخيل عندما ضيق الخناق الرئيس دونالد رامب على العمالة القادمة من المكسيك ارتفعت الكثير من السلع في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة السلع الزراعية والمهن التي يمتهنها المهاجرين القادمين كانت هناك اتفاقيات ما بين حكومة الدموقراطيين وما بين المكسيك أكثر من عشرة ملايين من المكسيك عندهم فيزة عبور لمدة عشر سنوات يأتوا للولايات المتحدة الأمريكية يعملوا ثم يرجعوا مرة أخرى إلى بلادهم في أمريكا اللاتينية اعتقد أن هذا التضييق والخنق على هذه الهجرة الشرعية أو الغير الشرعية أو حتى من اللاجئين أعتقد أنه توغل من الرئيس دونالد ترامب وهو ليس توجه جمهوري يعني الجمهوريين لا يفكروا بذلك الحمق سياسيا كما استطيع أن أصف ذلك الأمر ولكن نحن نواجه هذا الأمر الآن ونحاول بالتأكيد أن نكون هناك مقاومة لهذا الأمر في الداخل الأمريكي ولكن القضاء الأمريكي والله المستعان يستطيع أن يقف هذا الرجل عند حده سيد حفيظ أذهب إليك في الرباط المغرب كان لها تجربة في مواجهة الهجرة بإقامة المشروعات لهم أو تسهيل الحياة لهم داخل المغرب كيف تقيم هذه التجربة؟ وألا توجد في منطقة الشرق الأوسط هذه النعرة أو القومية التي يتحدثون عنها الآن في الغرب والولايات المتحدة؟ أولا لابد أن نشير إلى أن منطقة شمال إفريقيا لم تعد فقط منطقة عبور بالنسبة للمهاجرين وإنما الآن أصبحت دخلت نادي المستقبلين ومقيمين بالنسبة للمهاجرين خصوصا القادمين من إفريقيا الوسطى والجنوبية وبالتالي فإن الحديث عن تجربة المغرب تجربة كانت بكل المقيس وبدون تعصب أن نقول تجربة ناجحة إلى حد ما بحكم أنها استطاعت أن تدمج العديد من الأفارقة الذين قدموا إلى المغرب في الوهلة الأولى من أجل العبور إلى الفيردوس الأوروبي لكن لما وجدوا في المغرب سوق قابلة لاستيعابهم خصوصا سوق التشغيل والعديد من المهن القابلة لاستقطابهم استطاعوا الاندماج وهذا ما قامت به الإدارة المغربية تسهيل منحهم أوراق الإقامة خصوصا للذين يحملون العديد من المهن في أيديهم خاصة مثلا مهنة البناء من الفلاحة والتجارة دخلوا عالم التكوين من أجل إثبات قدرتهم على الاندماج في المجتمع المغرب أما الحديث عن وجود نعارات قومية أعتقد أن لا يمكن أن نقول أن أي بلد قد يخلو من هذه النعارات القومية فقد كانت أولى بعض الفيديوهات التي كانت تم تسريبها لبعض حراس الحدود مثلا في الجنوب الجزائري وسليب تعديم لبعض المهاجرين الأفارقة هناك في ليبيا كذلك ما يتعرض له المهاجرين السريين من مبايقات من استغلال وصلت إلى حد العبودية والبيع في المزاد العلني كذلك يمكن أن نقول في منطقة الشرق الأوسط بعض الفيديوهات المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعض اليد العاملة التي ليست لها أوراق الإقامة كذلك بالنسبة لهناك بعض البنود في قوانين بعض دول الشرق الأوسط التي تساهم في استغلال اللا إنساني ليد العاملة خصوصا القادمة من شرق آسيا كل هذا يعني أعطى نوع من الآن من التعصب نحو القومية شيئا ما والوطنية بالنسبة للعديد من الدول سيد مالك برأيك ما مصير هذا المثاق وكيف ستكون بدايته أو نهايته الحقيقة قبل الوصول إلى مصير هذا الميثاق أثني على كلام ضيفنا من الولايات المتحدة وأضيف أيضا أن هناك ترابط بين المناهضي العولمة بين قرسين طبعا مثلا رئيس الحكومة حين ألقى رئيس دونالد ترامب خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث ندد بأيدولوجية العولمة وأشهد بمفهوم السيادة للدول طبعا هذا كان متسق مع خطابه الترامب المعروف لكن أول ترحيب جاء بهذا الخطاب كان من قائد اليمين في أوروبا فيكتور أوربان رئيس بزراء المجري الذي أشهد بخطاب ترامب بل واعتبر ترامب أيقونة في العالم من خلال هذا الخطاب هناك وحدة خطاب يميني في العالم تتجاوز الأطلس الآن تعبر الأطلس ذهابا وإيابا هناك وحدة خطاب يمين في أوروبا نفسها هم لا يلتقون هناك كثير من الخلافات السيادية طبعا والوطنية بينهم لكن هم يلتقون على محاربة الهجرة واللاجئين وهذا أكثر عنواني متفقين عليه بالإضافة للعناوين الاقتصادية في حول الليبرالية الاقتصادية وسوق العالم المفتوح وهذا ما نجد إرهاصاته الآن في أوروبا في باريس القصة الآن أنه في باريس أن تتحدث عن حركة غير منظمة يحاول اليمين الفرنسي التسلل من خلالها مع أنها لا تمثل اليمين نفسه لكن هو يحاول التسلل من أي ثغرة موجودة لإثارة الفوضى ورفع صوته عاليا لإثبات نظريته هذا يقودنا إلى سؤالك حول مآلات هذا الميثاق مآلات هذا الميثاق في النهاية لن تكون جيدة إذا لم يتفق العالم على فكرة موحدة أكثر دقة في التفاصيل شكرا سيد مالك أثمنا الكاتب والمحل السياسي كنت معنا من بروكسل ومن نورث كالورينا الدكتور ماك شرقوي المحل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ومن الرباط حفيظ الزهري المحلل السياسي شكرا لكم جميعا وشكرا لكم سيدتي وستثي على حسن المتبع وإلى اللقاء وحلقة جديدة ووراء الحدد